ازايكم عاملين ايه? كازا حد سألني الفترة الحالية ده اتقال لي عايزين لاب توب بكواس جدا للدراسة والكلام ده بسعر عشرة لاف جنيه. النهاردة انا هقابلك الامنية دي وجايبلكم احسن لاب في الفئة السعرية دي. عمرك ما تندم يوم انا اجيبت لاب ده في الدراسة بصراحة. اللاب ده اسمه تلاتة وسبعين تسعين وطبعا اللاب دوت من الجيل التامن والشاشة طبعا تلاتاشر وتلاتة فول اتش دي. يا جماعة احل حاجة ان شاشة ودي هتفرق جدا مع الطلبة بصراحة. وكمان الشاشة بتتقفل يعني التلتمية وستين يعني ترى تفرق لا بعكس خلص التلتمية وستين تستخدمه كتابلت في ايدك. فدي هتفرق جدا للطلبة لان شاشته مش كبيرة تلاتة تاشر بوصة اعتبر فدي حاجة حلوة جدا للطلب. الوقت تستخدمه بيد واحدة تكتب حاجة تسجل محاضرات الكلام ده. شاشة لمس. مش تقعد بقى تكتب كبورده الكلام ده. فاللاب ده لقطة. لقطة والله بقى كلمة. انا مش بعمل دعاية لمحللة للحد. بس انا بقول لك نصيحة الواجه الله. اللاب ده محترم. المهم نكمل مواصفاته. مواصفات اللاب ده اس اس دي متي ست خمسين. وهنا حطوا اس اس دي عشان يدي لك اسرع حاجة في الفئة السعادة عامة. طبعا الرام بتاع اللاب توب ده ستاشر جيجا. وما تقلقش على المدى بعيد لو حبيت تزود الرام هتقدر تزودها لحد اتنون وتلاتين جيجا عادي. لو حبيت تركب مسلا خمسمائة جيجا او واحد تيرة براحتك حد الف جيجا عادي. مفيش مشكلة. حبيت تعليل اس اس دي دوت مسلا باس اس دي اعلى. مفيش مشكلة مش هقول لك لأ. طبعا سعر اللاب ده متوسط هقول لك سعر وبس اصلى عن لاب. سعر اللاب ده بالزبط عشر تلاف وتسعمائة جنيه. ده السعر المتوسط. يعني ممكن يزيد خمسمية يقلو خمسمية. انت مشطرتك حسب التاجر اللي بتشتري منه لان كل تاجر بيختلف فيه تاجر يدولك باس اس دي مية تمانية وعشرين. فيه باس اس دي خمسمية واتناشر فيه بمتوسط وخمسين على حسب برضك. ممكن اصلا تلاقي تاجر مش يدولك باس اس دي اساسا يدولك باس اس دي خمسمية جيجا مسلا. انت حسب راحتك انت محتاج اللاب الانهي اللي بمساح ايه مناسب لك. بس كده ده لا لا لا.